شايفنا لو كان مودست تم قيده وكان شارك في المباراة كان قادر انه يغير مجريات المباراة بما ان كولر يعني في معظم المؤتمرات الصحفية اللي كان بيجريها كان بيشتكي ان هو محتاج مهاجم صحيح بس احنا مش هنغير معيارنا الاساس اللي احنا حطناه ان مش من المنطقي ولا الطبيعي ان اللاعب لسه مدخلش في التناغم مع الفريق ان هو يبدأ مباراة سريعا بحاجة زيدي مودست اضافة واضافة قوية جدا للناد الاهلي ولكن مهم جدا ان احنا نقدر نستفيد من اللعب ده ازاي مودست ابرز ما يميزه هو استغلال الكرات العرضية واللعب بالرأس واللعب من الجانبين هل ان نقدر الناد الاهلي بخطته الحالية من خلال محمد هاني وعلي معلول يوفروله ده من خلال الجناحين المتقدمين سواء الشحات او برستاء او اي حد او لو حتى حب يوظف كهرباء كجناح هجومي تحت مودست هيقدروا يوفروله فكرة اللعب بالعرضيات ويساعدوه ولا هيكمل الناد الاهلي على فكرة التواجد وبناء الهجمة من الوسط والعمق واللعب اللي كان بيلعبه في الفترة الاخيرة تغيير اللعب عشان يخدم على مودست ده هيبان من خلال عدد الامبرات اللي جاي اعتقد طبعا قيد مودست محليا وهيكون كمان افريقيا موجود مع ند الاهلي بداية من دور المجموعات هتباني الاضافة الفنية للراجل ولكن هو كسيفي وكتواجد بس المدة دي كافية انه مودست يكون يعني خلاص حصل بينه وبين اللعيبة تناغم يقدروا يفهموا لعبه بعض هيكون لحق مش هنشوف اللي حصل مثلا في اداء رضا سليم اعتقد ان مع مبارات المحلية ممكن ده يحصل هو طبعا مش هيلعب مودست مش هيلعب مباراتي الاهلي وسان جورج في الدور اتنين وثلاثين لان القيد الافريقي هيبدأ مئ معاه من دور المجموعات ولكن مع مبارات المحلية مودست هيقدر يظهر وهيبدأ يتواجد مع الند الاهلي والس مهم زي مولكي لك خطة اللعب تخدم على الاستفادة الفنية منه من خلال اللعب من الجانب العضل او من الجانبين طيب اللعيبة اللي هتلعب من الجانبين هنهم قادرين انهم يخدمها انت عارف الكواليتي عاملة ازاي وعارف طريق اللعبهم هنهم قادرين على حاجة زي دي بص هو ده بيفتح معنا فكرة الناد الاهلي كان دائما في الحديث عن الصفقات ان ما كانش راس الحربة بس هو المطلوب ان كان مهم كمان تدعيم مركز ظاهر الايصر ببديل لعلي معلول وده ظهر بالمناسبة في مبارات امس معلي معلول مش في كل المباريات بيكون بيديلك المية في المية هل ده اجهاد مثلا بالمشاركات والمتخب؟ ما نتفلش ابدا فكرة عامل السن فكرة الاجهاد فكرة الارتباط ومنتخب في الاجندة الدولية كان بيلعب ودية مصر وتونس طبعا ولكن كان مهم جدا ان يبقى فيه بديل اقدر استخدامه ايضا في الجانب الظاهر الايمن والظاهر الايمن ابعتبره من المراكز اللي فيها ندرة نسبية في القرى المصرية للأسف زي ما انت قلت الكوالتي في كل الاندية مش في الناد الاهلي مفيش ظاهر ايمن يقدر يديلك الكفاءة بشكل كبير ده هيبين اكتر قطة كلها هتعتمد على ايه في الفترة اللي جاية وهل ان هو ممكن الاجنحة هي اللي تساعد في الجانب العرضي دوت هيشوف ازاي يقدر يستغل المودست او يقدر يوظف قدراته الفنية لصالح النادي اعتقد ان هيكون اضافة فنية قوية وزي ملتلك ده هيبان اكتر واكتر مع توالي المباريات المحلية اشتركوا في القناة